الموضوع التاسع التركيب الذري الأهداف يرجى في ناية الموضوع أن يكون الطالب قادرا على أن يستمتج مفهوم الملائرية وتطبيقتها يحلل فروض نظريات التركيب الذري سؤال يحتاج الإجابة كيف يمكن التعبير عن تركيز محلول ما ترجع التعبير عن تركيز المحلول في عدة طرق منها عدد الجرامات الزائبة في حجمه معين من المحلول عدد الجرامات الزائبة في كتلة معينة من المذيب اعتمادا على أن المول هو كمية المادة فإن عدد المولات الزائبة في لتر من المحلول تعد من أسهل الطرق للتعبير عن التركيز المولارية ماذا يقصد بالمولارية؟ هي عدد المولات الزائبة في لتر من المحلول عدد المولات الزائبة في لتر من المحلول وهذا صيغة رياضية المولارية تساوي عدد المولات المادة الزائبة مقسومة على حجم المذيب باللتر ده قانون أو علاقة رياضية لا تطبيقاتها إن شاء الله نيجي كده مثلا يقول لك في سؤال احسر تركيز المحلول المحضر بإزابة 5 من 10 مول من أحد الأملاح في 2 لتر نفتقل الإعلاقة على طول المولارية أو تركيز المحلول بيساوي عدد المولات المذيب مقسومة على حجم المحلول باللتر عدد المولات كام 5 حجم المحلول باللتر كام 2 يبقى 5 من 10 على 2 تساوي كام 25 من 100 مولار مثال ثاني احسب تركيز المحلول المحضر بإزابة 2 مول من أحد الأملاح في 4 لتر من المياه تركيز المحلول بيساوي عدد المولات المذيب على حجم المحلول باللتر يبقى 2 مقسومة على 4 تساوي 5 من 10 مولار نشاط آخر بيسألك ما هي أهم التصورات التي تناولت التركيب الزري نيجي نشوف كده إيه هي التركيب الزري من الفروض والنظريات التي تناولت تركيب الزري ما يلي قانون لفوزية قال إيه هذا القانون المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم ولكن تتحول من صورة إلى أخر نظرية دالتون آلة هذه النظرية تتكون المادة من جزيئات دقيقة غير قابلة للتجزئة تسمى زرات زرات العنصر الواحد متماثلة في جميع الصفات ولكنها تختلف عن زرات العنصر الآخر الفرد الثالث يمكن لضرات العناصر المختلفة أن تتحد مع بعضها كيميائيا بنسبة عددية بسيطة مكونة إيه المركبات هذه النظرية الذرية للتون نتابع تركيب الزري فرد أفوغادرو قال هذا الفرد أن الحكوم المتساوية من الغازات المختلفة تحتوي على نفس العدد من الجزيئات عند نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة نظرية بوهر قالت إيه هذه النظرية يتحرك الالكترون في أغلفة قروية حول النواة تسمى مستوية الطاقة لا دخل جبه الزر الالكترونات تتحرك في أغلفة قروية سمعة مستوية الطاقة الفرد الآخر لكل الالكترون طاقة محددة ومميزة للغلاف الذي يتحرك فيه وتزداد طاقة الغلاف كلما بعدنا عن النواة الفرد الآخر إذا اكتسب الالكترون طاقة فإنه يتحرك لمستويات أعلى وعند أذن يسمى أو تسمى الظرة في هذه الحالة بأنها ظرة مصارى وإذا فقد الالكترون الطاقة فإنه يعود مرة أخرى لمستوى الأساسي ويحدث إشعاع الفرق في الطاقة أكتب تقريرا يتضمن ما تعلمت من هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر